نبدأ صباح سوريا بالحديث عن واقع تخصص طب الأسنان في الشمال السوري الذي بات محل جدل بعد موجة التساؤلات والقلق التي أثارها البيان الصادر عن نقابة أطباء الأسنان في إدلب بشأن مستقبل هذا التخصص ففي فهر أيلول الماضي حذرت النقابة الطلاب من تداعيات توجه لدراسة طب الأسنان بظل التحديات التي تواجهها هذه المهنة حيث ركز البيان على ضرورة التفكير ماليا في جدوى دراسة هذا التخصص في الوقت الحالي مشيرة إلى جملة من العوامل المؤثرة على سوق العمل النقابة أشارت أيضا إلى التشبع الكبير الذي يشهده قطاع طب الأسنان والذي أدى إلى تضاؤل فرص العمل المتاح للخريجين الجدد مؤكدة أن هذا الوضع جعل من الصعب على الأطباء الشباب إيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم كما كشفت عن خفاض متوسط دخل أطباء الأسنان خلال السنوات الأخيرة بسبب المنافسة الشديدة التي تشهدها المهنة لنحكي أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور عباس الخلف نقيب أطباء الأسنان في إدلب أهلا بك صباح الخير حسنا صباحك وينضم إلينا أيضا بسامل سليمان باحث في مركز جسور للدراسات وأحد المشاركين في إعداد البحث من الباب أهلا بكم مع أبدأ معك دكتور عباس خلينا نحكي عن البيان اللي أصدرته وما هي الأسباب التي دفعت النقابة لإصداره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك حياك الله أعزو الله أجزيكم خير وشكرا على الدعوي فضل دكتور نحكي عن البيان دكتور عباس في البداية بس بدي نوه لموضوع أنه الموضوع تزايد عداد القبول هذا الموضوع كل سنة بينطرح خصوصا في شمال توريا كل سنة يعاد طرحه والتأكيد عليه ونحن هاي السنة كنا قابل أطباء الأسنان عادنا طرح الموضوع من جديد حتى قبل صدور المفاضلة العامة هاي السنة نحن طرحنا الموضوع وطالبنا وزارة تعليم العالي بشكل رسمي بتخفيض عداد القبول وشرحنا الأسباب الموجبة طيب إذا فينا نعرف الأسباب من حضرتك نحن والمشاهدين نعم إذا فينا نعرف الأسباب منك نحن والمشاهدين الأسباب هي أولا تدني أو انخفاض دخل أطباء الأسنان تاني شيء تزايد عداد القبول بشكل كبير بشكل فائض أيضا طبعا كل هالأسباب هاي هي دعتنا لأنه ندعي وزارة تعليم العالي سواء في حكومة الإنقاذ أو في الحكومة المواقعة لتخفيض عداد القبول ولكن في ظل عدم الاستجابي فإحنا بطرينا في النهاية أنه نصدر البيان اللي شفته حضرتكم أكيد يعني شفنا البيان طبعا بشكل تزايد عداد القبول طبعا بشكل تزايد عداد القبول ما يمشكل عنها فقط نحن لكن هي مشكلة موجودة في الدول المجاورة أيضا لكن آثارها بتكون أقوى في منطقتنا هون في شمال غرب سوريا في ظل الواقع الاقتصادي الصعب المتردي وفي ظل تهجير القسري الموجود في شمال غرب سوريا وأيضا تدني مستوى الدخل عند المواطنين فتكون آثاره السلبي أكبر في منطقة شمال غرب سوريا طيب دكتور خليني انتقل بسام يسعى صباحك بسام وأكيد أنت كان عندك معلومات ضخمة عن العاملين والدرسين بقطع طب الأسنان وأنت تعد لهذا البحث على ماذا اعتمد بالبحث وأيضا هل لحظت الكلام اللي تكلم عنه الدكتور أنه فيه فعلا يعني بعدد كبير من الخريجين ولا يوجد فرص عمل يسعد صباحك وصباح الدكتور عباس وصباح كل شيء عما يسمعنا ويشوفنا عبر تلفزيون سوريا بصراحة لما قرأت البيان بدأت بعملية بحث أولية فلاحظت أن البيان لم يأتي من فراغ وإنما هناك ربما أكثر من مشكلة لكن أنا سأذكر مشكلتين أساسيتين ربما كان ورأس صدور هذا البيان المشكلة الأولى أنه نعم هناك مشكلة في دخل طبيب الأسنان في المناطق المحررة وخاصة الطبيب العام غير المختص يعني من غير الأختصاصات الجراحية وزراعة الأسنان وغيرها ثانيا هناك مشكلة نعم في الخطة التعليمية المتعلقة بدراسة طب الأسنان في المناطق المحررة هي الخطة لا تضبط معدلات القبول للدخول في دراسة طب الأسنان وهذا يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى مشاكل وتضخم في عدد أطباء الأسنان ما قمنا به في هذه الدراسة هو أننا اعتمدنا منهجية علمية للوصول إلى معالج أو عالجنا هذه المشكلة التي طرحها الأخوة في نقابة الأطباء الأسنان بمنهجية علمية للتعرف على حقيقة المشكلة ووضع الاقتراحات المناسبة ما وجدناه أنه لا يوجد مشكلة حالية بعدد أطباء الأسنان مقارنة لعدد السكان في الشمال السوري يوجد ما معدله طبيب ونصف لكل عشرة آلاف نسمة يعني حسب الإحصائيات التي قمنا بها وهذا معدل منخفض مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 3.3 وهذا المعدل في سوريا قبل الثورة سنة 2010 كان لدينا 7.2 طبيب أسنان لكل عشرة آلاف مواطن إذن المشكلة كما قلنا لا تكمن في العدد الحالي لكن تكمن بأمور أخرى أدت إلى انخفاض دخل الطبيب ومنها وهناك أيضا مشكلة على صعيد تخطيط عملية تعليم طب الأسنان في المناطق المحررة وهذا ما سنتعرض له لحظة خلينا ننقل هذا الموضوع للدكتور عباس استعليقك لو سمحت يعني يقول سيد بسام أنه كعدد الأطباء لسه ما بيغطي الحاجة تماما أنه في حاجة سأكثر لأطباء الأسنان هل أنت متخوف على الأطباء الموجودين حالياً أم اللي رح يجو مستقبلة أو يتخرجوا مستقبلة تمام أستاذ الله يعطيك العقل بس بدي أحب أن نوي على كم نقطة وردوا في التقرير طبعا بالنسبة للإحصائيات أو البيانات اللي ذكرها الأستاذ هي بيانات صحيحة أو أعداد صحيحة لكن هذه البيانات صالحة فقط لعام 2022 كون البيانات بعد هذا العام غير متوفرة عنها في النقابي لأن النقابي كانت موقفة خلال هالفترة الماضي وبالتالي الأعداد هي أكبر من هيك بكتير بيضاف إليها لعداد الأطباء العبد المارس المهني وغير المنتسبين للنقابي ونحن نقدر للعداد تكون موجودة بحوالي 1500 طبيب حالياً بالنسبة لأطباء الأسنان بالنسبة لعدد السكان ومقارنتها بالنسبة العالمية طبعا النسبة العالمية تختلف ما بين منطقة ومنطقة أخرى وهالنسبة تنوضع استنادا لعدد معايير منها عدد السكان ومنها عدد الأطباء ومنها مستوى المعيشة وأيضا مستوى دخل الفرد والثقافي الصحي السادي في المجتمع فمن غير المنطقة أنه نحن نقارن نقول النسبة الحالية هي مقاربة للنسبة العالمية أو مشابهة للنسبة اللي كانت في سوريا قبل الثورة لأن مستوى المعيشة الآن غير المستوى المعيشة في الدول المجاورة أو في سوريا قبل الثورة أيضاً وإضافة لذلك أنه مستوى الدخل الفرد منخفض الثقافي الصحي السادي في المجتمع ما فيه ثقافي أنه مراجعة دورية لأطباء الأسنان فالمقارنة هون غير صحيحة عنده ضرورة عنده ضرورة بيروح عند دكتور الأسنان تمام لما بصير فيه وجع علم غير محتمل كمان بيتوجهوا لطباء الأسنان صراحة دكتور الأسنان يخوف كلنا نخاف من كرسي دكتور الأسنان لكن دكتور يعني اليوم حتى لو اعتبرنا أن النسبة الحالية فهي مقبولة إذا اعتبرنا النسبة مقبولة عالياً لكن نحن نستشرف المستقبل لازم نخطط للمستقبل ونشوف إذا استمرت سياسات القبول في الجامعات بهالأعداد هاي فنحن سنتين ثلاثة يعني خمس سنين رح يحصل عندنا تضاعف في أعداد أطباء الأسنان رح تكون المشكلة يكون أعقد طيب دكتور يعني الإختصاصات يعني مثل ما بنعرف أنه بتفرع عن طب الأسنان جراحة، تقويم، تجميل، تعويضات، زرع هل جميع الإختصاصات اليوم متوفرة بالشمال لأنه لما يكون فيه إختصاص لعدة أشخاص فبيكون أيضاً هذا الشيء بيعطي دعم للطبيب حتى يكون مقصد لموضوع مثلاً التقويم لموضوع التعويض وإلى ذلك تماماً تماماً هذا الموضوع مهم وطرح مهم جداً نحن في القيادة التوصيات التي ننصف فيها أنه نحن بدل ما نركز على تخريج أطباء أسنان عامي وبأعداد كبيري وما أنه بحاجة لكل هالعداد هاي بالمقابل أنه نحن نركز على الاختصاصات السنية أول شيء ديد مقاعد عدد دراسات العليا في الكليات طب الأسنان نتيح المجال الأكبر عدد من الطلاب أن يتابعوا الاختصاص بالحقيقة نحن بحاجة لأطباء الاختصاصيين بحاجة ماسي لألون عكس الأطباء العامين يعني في بعض الاختصاصات غير متوفر أخصائيين فيها أبداً مثل شو؟ وفي بعض الاختصاصات عدد الأطباء المختصين هنو معدودين على الأصابيع خلينا نحكي عن الاختصاصات المطلوبة دكتور نعم الاختصاصات المطلوبة ما هي؟ دكتور بالنسبة لطب الأسنان نحن في عنا عجز في عدد الأطباء الاختصاصيين في كل الاختصاصات سواف التقويم، سواف الدراحة، سواف أمراض اللسية، طب أسنان الأطفال طيب سبب هذا العجز يعني هل التكاليف الإختصاص هي عالية وبالتالي الطبيب الأسنان يعني ذو بتحمل يمكن تكاليف دراسه بالجامعة حتى يكمل دراسات عليا يعني هو مكلف الموضوع جدا وهل ممكن من نقام يكون فيه دعم المسألة أنه من بداية إنشاء كليات طب الأسنان في شمال غنطوليا سواء في إدليب سواء في ماري أو في جامعة حرب الحرة هذه الكليات لا كانت توفر مقاعدة الاختصاص كانت مركزة جهودة فقط أن تخرج أطباء أسنان عامين فقط في السنة الماضية وهي السنة تم استقبال أطباء أسنان اختصاصيين في جامعة إدلي فقط أما خلال السنوات السابقة لا كان متوفر الاختصاص غير متاح للأطباء ننتقل للأستاذ بسام أسناء تحضيرك لهذه المادة أكيد وفرت معلومات عن الذين تخرجوا من كل طب الأسنان هل جميعهم وجدوا فرص عمل بالشمال أم لا في نسبة عجز أو بطالة؟ بالنسبة لخريجي طب الأسنان لا لا توجد بطالة لكن كما قلنا هناك انخفاض بمعدلات الدخل أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة وصلنا إليها في الدراسة التي نشرها تلفزيون سوريا هو أن كما قلنا معدل أطباء الأسنان الموجودين في المحرر حاليا حسب الإحصائيات واحد ونصف طبيب لكل عشرة آلاف نسمي لكن لدينا اليوم نحن في جامعات المحرر وكلياته 817 طبيبا لو افترضنا أن عدد السكان بقي كما هو وأنه لم يتم قبول أي طالب جديد فخلال أربع إلى خمس سنوات سيكون معدل الأطباء هو أربعة فاصل اثنين لكل عشرة آلاف نسمي يعني سيقفز المعدل من واحد ونصف طبيب إلى أربعة فاصل اثنين وهذا فعلا يشير إلى مشكلة في الخطة التعليمية الخاصة بكليات طب الأسنان الموجودة في المحرر لدينا كما قلنا خمس كليات في المحرر إدلب وماري في إدلب والنهضة وحلب الحرة والسورية للعلوم والتكنولوجيا عفوا ألف واربعمية وستين طالب لدينا في إدلب 820 وفي شمال حلب 586 يعني هذا عدد كبير سيؤدي خلال سنوات قليلة إلى ارتفاع كبير في معدل الأطباء مقارنة بعدد السكان في منطقة تعاني من ضغوط اقتصادية تعاني من كثير من الأمور وهذا فعلا سيشكل خطرا على قطاع توصلنا لهذه النتيجة أنه اليوم يعني بعد أدة سنوات استمرنا على هذا الحال سيكون في فائض بعدد خارجي الأسنان وبالتالي هي لا تناسب مع السكان الحل أنت بما أنه كنت موجود قريب من الدكاثرة ومن الخريجين ومن اللي عم يدرسوا أيضا من الناس أيضا أثناء عددك لهذه الدراسة برأيك شنه هو الحل وأدر بعد شوي رح ننتقل للدكتور عباس حتى ينطينا أيضا حدود حلول عفوان أول حل لازم يكون هو تعديل السياسات الخاصة بتعليم طب الأسنان في الشمال السوري وبقبول الطلاب وحتى بنوعية التعليم والتركيز على الاختصاص أكثر من تركيز على قبول أطباء أسنان عامين هذا أولا ثانيا أنا أرى أنه يجب تعزيز التعاون بين نقابة أطباء إدلب ونقابة أطباء حلب كلا النقابتين بشكل جماعة ضغط تحمي قطاع التعليم من حيث النوعية ومصالح الأطباء ونوعية طب الأسنان بشكل عام في الشمال السوري ثلاثة هناك مشكلة واضحة خلال دراسة وجدناها أن أغلب الأطباء يتركزون في المدن الكبرى إدلب، الدانة، عزاز، الباب وهذا يؤدي فعلا إلى عدم انتظام في التوزيع الجغرافي لكليات طب الأسنان في الأرياض أحيانا لا توجد عياذات طب أسنان في المدن هناك تركز كبير وهذا يعزز من ظاهرة التضخم أيضا لابد كما قلنا من معالجة مشكلة طب الأسنان الموازي نحن لدينا فئات مجتمعية معروفة في سوريا تمارس طب أسنان موازي يجب معالجة هذه الظاهرة بدون شهادة تقصد؟ بدون شهادة يعني يمارس عندنا في سوريا تحت من جماعات القرباط آسف على الإبارة لسه بحد يسويها الأيامات وقع والله أو بالإعادة فئة محترمة نعم هم فئة محترمة لا أنا قم أقول أنه اليوم بعد تطور الطب أكيد يعني معا تمكن الناس بتلجأ لهذا الموضوع هذا إجراء للأسف منتشر بسبب حالة الفقر وتدني مستوى المعيشة الموجود يعني هذا قطاع موازي يضر بالقطاع الرئيسي وأيضا يضر بالصحة العامة للمواطنين هذه التوصيات الخمسة وصلنا إليها في الدراسة وأعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى تحسين نسبي في واقع قطاع طب الأسنان الخطاع ليس بخير كما قلنا ناخش بهذه التوصيات دكتور عباس ما رأيك هل لديك توصيات خاصة يعني أكيد ما فينا نقول للطلاب أنه ما تتوجهوا لدراسة الطب الأسنان ولكن يمكن تنظيم الموضوع تفضل بالتأكيد أجتاز بالتأكيد طبعا بس بدي أحب جكر أنه نحن أصدرنا البيان كنقاب أطباء الأسنان هو من باب الحرص على الطلبي وعلى الأهالي طب الأسنان هو مسيرة طويلة من الجهد والتعاب والدراسي والكلفة المادية والكلفة يتحملها الأهالي في ظروف اقتصادية صعبة فكان من الواجب علينا أن نضع الطالب ونضع الأهل بصورة الواقع لا ننتظر حتى يتخرج الطالب هل أنه متوسطيا بكلف الطالب سنويا؟ لا يلاقي فرصة عمل أو يلاقي فرصة عمل براتب ما يلبيه حاجاته الأساسية متوسطيا ذكرت أن تكاليف دراسة طب الأسنان هي عبء على الأهل تقريبا ما قد يكلف دراسة طب الأسنان متوسطية؟ نعم في الجامعات العامة يوصل قصة الطالب في السنة بين 250 و 300 دولار وبالجامعات الخاصة يوصل إلى 1500 دولار بس بالعام الواحي تمام بعد ما أصدرنا هذا البيان دعينا لاجتماع بالتنسيق مع نقابة أطباء أسنان حلب الحرة وحضر الاجتماع نقبي من أطباء الأسنان أصحاب الاختصاص ووضعنا عدة توصيات واقتراحات تمام منها أولا دعينا الحكومتين في وزارة تعليم العالي في حكومة الإنقاذ في الحكومة المؤقتة إلى مراجعة سياسات القبول ووضع حد أقصى للقبول في الجامعات الخاصة أو في الجامعات العامية وأيضا اقتراحنا إيقاف منح تراخيص جامعات خاصة لكليات طب الأسنان جامعات الخاصة في النهاية هي مشاريع ربحية لأصحابها وأصحابها ما من اهتمامهم أو غير معنيين برفع مستوى المهني أو بجودة التعليم لكن هذا الأمر منوط في الحكومات ووزارة التعليم العالي المسؤولي عن حد التعليم وعن رفع مستوى المهني ومعظم الجامعات الخاصة المنحة التراخيصية تستقبل أعداد من طلاب تفوق طاقتها الاستيعابية كيف تقييم عمل الجامعات الخاصة؟ لأنه ذكرت الجامعات الخاصة أنه هي جامعات ربحية بهم آخر شيء ربح بغض النظر عن الجودة أو حتى عن طالب يخرج من الجامعة ويتخرج وهو فعلا دكتور ومولم بكل شيء اليوم تقييم النقابة للجامعات الخاصة وهل نقدر نقارنها بالجامعات الحكومية؟ أنا سأطرح لك على مثال وحيد فقط لهذا الأمر أحد الجامعات الخاصة تم ترخيصها في فترة من الفترات واستقبلت أعداد من الطلاب حوالي الأربعمائة طالب وصلوا للسنة الثانية منذ الثالثة على ما أعتقد لكن فيما بعد تم إيقاف ترخيص هذه الجامعة والعبأ مين تحملوا؟ تحملوا الطلاب لأن تركوهم من دون أو ممكن حوالهم على جامعة ثانية لكن وصلوا للسنة الرابعة أو الثالثة وسكرت الجامعة وهذا الأمر تحملوا الطلاب لكن فيما بعد تم إعادة منح الترخيص للجامعة نفسها في منطقة ثانية وعادت تستقبل طلاب فهذا كله نتيجة عدم تطبيق شروط صارمي في منح الترخيص للجامعات الخاصة وهذا الأمر منوط بوزراء التعليم العالي سواء في حكومة الإنقاذ أو في الحكومة السورية المؤقتة لازم يكون فيه شروط واضحة وصريحة وتطبيق صارم لألها في منح ترخيص كليات طب الأسنان في الجامعات الخاصة كل الكليات يعني؟ نعم بالإضافة لذلك نحن كان اقتراحنا دعينا وزارات الصحة في الحكومتين أيضا لتحمل مسؤولياتها وزارات الصحة هي المسؤولة عن تحديد الأعداد المناسبة من أطباء الأسنان بما يتوافق مع حاجة المجتمع مع دمان جودة الخدمات الصحية وأيضا اقترحنا التركيز على موضوع الاختصاصات في طب الأسنان بدل من خرج أطباء أسنان عامين يعني صرنا هلق من 2015 لحد الآن الكليات عم تخرج أطباء أسنان عامين فقط بينما أطباء أخصاصيين ما فيه ونحن بحاجة لهم أكتر فكان توصيتنا أن نحن نركز على موضوع مقاعد دراسات العليا زيادة عدد مقاعد دراسات العليا تاحت المجال لأكبر عدد من الطالبي ليكملوا اقتصاصهم حيث في عنا ندرا في الاختصاص ومثل ما ذكرت سابقا بعد الاختصاصات غير موجود فيها أطباء اقتصاصيين نهائيا بالتخصص بالخارج هل هو متاح يعني الشهادة التي تعطيها تلك الجامعات هل يمكن متابعة الدكتور بيقدر يدرس من خلال هذه الشهادة بره يتخصص بره أو حتى إذا معترف بها أو لا يمكن هاي أيضا إحدى المخاص هو هذا المقصود تمام أستاذ هلأ في تركيا في بعض الطلب يطلعوا ويكملوا اقتصاص تركيا لكن في الخارج ما أعتقد حتى في الخارج الأمر مكلف جدا وصعب على الطالب وفي إجراءات معقدة طيب بسام أكيد سمعت كلام دكتور عباس وأكيد يعني ممكن تضيفنا بعض التوصيات منك أو بعض الحلول ويعني أنا حسب ما يعني من كلام الدكتور وكلامك شفت أنه اليوم في عندنا مشكلة بالتنظيم أنه يكون بنقابة وحدة موجودة بالشمال يكون بتنظيم واضح وأيضا يكون بتقسيمات واضحة ويكون بمحاسبة للجامعات الخاصة أنه معكفها تفتح سنتين بعدين توقف والطلاب يضررون تمام بالبداية لازم نوضح أن الجامعات الخاصة مو كلها على سوية واحدة هناك جامعات خاصة أثبتت نجاح عالي مثل جامعة ماري والدكتور عباسي يعرفها حقيقة طلابها مميزون جدا الدفعي الذي تخرجه لكن اللي بدي أقوله أنه فعلا هناك مشكلة في تخطيط نظام التعليم طب الأسنان على صعيد المحرر وهذه المشكلة تعزز بضعف التنسيق بين حكومة الإنقاذ اللي موجودة في إدلب وحكومة المؤقتة الموجودة في شمال حلب يعني ضعف تخطيط بين حكومتين نحن نحن بمنطقة عنا حكومتين عند الحكومتين ضعف ويزيد هذا الضعف أنه اتنيناتهم معا ما ينسقوا بين بعضهم بشكل كبير لذلك لابد من نقابات الأطباء الأسنان الفرعية أن تتجمع وتشكل قوة ضغط تحمي هذا القطاع والعاملين فيه أنا برأيي هذا أفضل حل حاليا أطباء الأسنان في إدلب أطباء الأسنان في حلب يشكلوا مجموعة ضغط حقيقية تحمي هذا القطاع وتجبر وزارتي التعليم فيه والصحة فيه الحكومتين على اتباع معايير جديدة تضمن سلامة هذا القطاع وعدم تدهور الخدمة فيه إن شاء الله بالتوفيق لكل الجميع نتشكرك شكرا لك بسام سليمان باحث في مركز جسور للدراسات واحد المشاركين في إعداد البحث وأيضا الدكتور عباس الخلف نقيب أطباء الأسنان في إدلب شكرا لكم ونهاركم سعيد نهاركم سعيد يا رب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم